بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه المشاهدون الكرام مرحبا بكم عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية مرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات الإجاز في القرآن الكريم وإلى الحلقة الثامنة من هذه السلسلة المباركة حلقة الإجاز العلمي والنفسي من حلقات الإجاز في القرآن الكريم يتوقع منك عزيزي الدارس بعد سماعي هذه الحلقة أن تحقق الأهداف التالية 1. أن توضح المجال الثاني من مجالات الإعجاز العلمي الآفاق 2. أن تبين أمثلة لأمر الله وقدره في خلقه وإعجازه في القرآن الكريم 3. أن تعرف الإعجاز النفسي 4. أن توضح مكانة الإعجاز النفسي وحديث القرآن عنه 5. أن تبين آراء العلماء في وجوه الإعجاز النفسي ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول وإياكم المحاور التالية 1. المجال الثاني من مجالات الإعجاز العلمي الآفاق 2. أمثلة لأمر الله وقدره في خلقه وإعجازه في القرآن 3. مفهوم الإعجاز النفسي ومكانته وحديث القرآن عنه 4. آراء العلماء في وجوه الإعجاز النفسي عزيز الدارس تناولنا في الحلقة السابقة المجال الأول من مجالات الإعجاز العلمي في الأنفس والآن نتناول بإذن الله المجال الثاني من مجال الإعجاز العلمي في الآفاق 5. الأرض والسماء بما فيهن ومن فيهن 6. آيات كثيرة كلها تشهد لله بالوحدانية 7. فهو الخالق وحده والمالك وحده والمستحق للعبادة وحده 7. سبحانه وتعالى فلا رب غيره ولا إله سواه 8. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 9. وسنأخذ في هذا المحور أمثلة وصورا كنماذج لأمر الله وقدره في خلقه وإعجازه في القرآن الكريم 9. أولا من آيات الله في الأرض والسماء 10. فصل الأرض عن السماوات 10. قال تعالى أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَطْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ 11. هذا الأمر ظل مجهولا لا تعرف البشرية قبل نزول القرآن إلى أن سار الإنسان على سطح الأرض يقارن بين الضواهر الطبيعية والكونية المختلفة 11. للاستدلال بها على حقيقة الاتصال السابق بين جسم الأرض وأجرام السماء فوجدوا كثيرا من الدلالة على ذلك فمنها 11. إن باطن الأرض لا يزال ملتهبا كجسم الشمس والنجوم 12. إن القشرة على الأرض تكونت بالبرودة فدل ذلك على أن الأرض وأجرام السماء كانتا في الأصل شيئا واحدا 13. إن النجوم لا تزال تتباعد عن بعضها إلى يومنا هذا وكذلك الكواكب في المجموعة الشمسية 14. وهذا يدل على أن الأرض وأجرام السماء كانت أقرب إلى بعضها البعض كلما رجعنا القهقرة من الزمان 14. إن هذه الحقيقة غيبية يعجز الذهن البشري أن يتخيلها لولا نزول القرآن 15. ولكن إمكانيات البحث العلمي عن خلق الكون ونشأته تمكنت من معرفة هذا السر الذي سبق بذكره القرآن 16. مما يدل على أن ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله جل وعلا 17. تجلى في حياتنا المعاصرة كوجه من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم 18. الضغط الجوي وتأثيره على الإنسان 19. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 20. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 21. هذه الآية الكريمة يقول عنها المفسرون 21. لأنها علامة على القبول والهداية من الله لمن وجد من نفسه شراحا وحبا للخير 22. كما أنها علامة على عدم القبول من الله والهداية لمن وجد في نفسه ضيقا وكربا 23. كأنما يصعد في السماء أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه 24. هذا المثل الحسي أراد الله منه الأمر المعنوي 25. لكن العلم اليوم أكد أن هذا المثل المضروب هو الواقع في طبقات الجو 26. إذ أثبت العلم أن الإنسان كلما ازداد ارتفاعا يقل عنده ضغط الهواء الجوي ويقل الأكسجين 27. وبالتالي يشعر الإنسان بضيق في التنفس 28. وقد يصل هذا الضيق في مرحلة من الارتفاع إلى الاختناق وتفجر الشرايين 29. وبذلك يكون الإنسان قد توصل إلى ما ذكره القرآن بعد مرور مئات السنين 30. كي يعرفوا أن هذا هو كلام الله تعالى الذي خلق الكون ويعلم كل ما فيه 31. وهو الذي أنزل هذا القرآن على النبي المرسل للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم 32. معجزة له إلى قيام الساعة 33. ثانيا من آيات الله في الأرض 34. الجبال أوتادة 35. قال تعالى 36. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادة 36. هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الجبال أوتاد الأرض والوتد يكون منه جزء ظاهر على سطح الأرض ومعظمه غائر فيها ووظيفته التثبيت لغيره 37. بينما كان علماء الجغرافية والجيولوجيا سابقا يعرفون الجبل أو يعرفونه فتنحصر تعريفاتهم في الشكل الخارجي له 38. ولا يشيرون لامتداده تحت السطح 39. ثم لما تقدمت معارفهم قالوا إن الجبال ما هي إلا قمم لكتل عظيمة من الصخور تطفو فوق طبقة أكثر كثافة كما تطفو جبال الجليد في الماء 39. وهو ما نجده في القرآن الكريم من وصف الجبال شكلا ووظيفة 40. قال تعالى 40. وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم 41. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 42. وقال تعالى 41. وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم 42. وقوله سبحانه وتعالى والجبال أوتادا 42. والأمثلة في الباب كثيرة ومتنوعة 43. وإنما المراد هنا لفت العقول لبارئها تقوية للإيمان وشحدا للهمم 43. ظلمات البحار 44. قال تعالى 45. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 45. ظلمات بعضها فوق بعض 46. إذا أخرج يده لم يكدراها 47. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 48. لقد كانت البحار عالما مجهولا إلى القرن الثامن عشر الميلادي 49. كما كانت الخرافات والأساطير المتعلقة بالبحار تسود الحضارات القديمة 50. وبعد تقدم العلم وتوفر الأجهزة المناسبة والتقنيات الحديثة 51. والوصول إلى ابتكار الغواصات المتطورة 52. وصل العلم إلى حقائق مدهشة 53. منها انقسام البحر إلى قسمين كبيرين 54. البحر السطحي والبحر العميق 54. واختلافهما في الحرارة والكثافة والضغط 55. ودرجة الإضاءة الشمسية 55. بأ الأمواج البحرية الداخلية 55. واشتداد الظلام في البحر العميق 56. مع ازدياد عمق البحر 56. حتى يسيطر الظلام الدامس 57. الذي يبدأ من عمق 200 متر تقريبا 57. وتختفي جميع أشعة الضوء على عمق 1000 متر 58. هذه الظلمات تصل إلى عشر ظلمات 58. وهي ظلمات الأعماق 59. وعددها سبع ظلمات 59. بعضها فوق بعض 60. تنشأ من التلاشي التدريجي لألوان الطيف السبعة 60. ظلمات الحوائل الثلاث 61. لقد وصف القرآن 61. هذه الحقائق البحرية 62. وأثبت وجود ظلمات في البحر العميق اللجي 62. ويخرج بهذا البحر السطحي 63. الذي لا توجد فيه هذه الظلمات 63. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأسرار 64. في أعماق البحار 64. في وقت كانت وسائل البحث العلمي 64. فيه غير موجودة 65. والخرافة والأسطورة 65. هي الغالبة على سكان الأرض في ذلك الزمان 66. وهو ما أكده البروفيسور 67. حين عرضت عليه هذه الحقائق 67. التي جاء بها 68. التي جاء بها القرآن 68. فذكر أنه فكر في قوة خارقة للطبيعة 69. خارج الإنسان 69. لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة 69. نقول نحن المسلمون 70. نقول نحن المسلمين 71. إن هذه القوة هي قوة المصدر الرباني 71. هي الله 72. وصدق سبحانه حيث قال 73. لكن الله يشهد بما أنزل إليك 74. أنزله بعلمه 74. والملائكة يشهدون 75. وكفى بالله شهيدا 75. عالم النبات 76. قال تعالى 76. وهو الذي أنزل من السماء ماء 77. فأخرجنا به نبات كل شيء 77. فأخرجنا منه حبا متراكبا 77. ومن النخل من طلعها قنوان دانية 78. وجنات من أعناب 78. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 79. انظروا إلى تمره إذا أثمر وينعي 80. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 81. قدر الله سبحانه وتعالى أن تعتمد النباتات 82. وكذا الإنسان والحيوان في غذائها على من ينتجه النبات في مصانعه الخضراء 82. وهي البلاستيدات 83. وهذه المصانع يخرجها النبات بأمن ربه عند بداية ثمره 83. وتسمى في كتب النباتات البلاستيدات الخضراء 84. حيث يقوم بالاستفادة من الطاقة الضوئية ويحولها إلى طاقة كيميائية 85. ينتج عنها تكوين الحبوب والثمار المختلفة 86. وسائر أجزاء النبات التي نراها في الحدائق والبساتين 87. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحقيقة 87. وهو النبي الأمي الذي عاش في تلك البيئة الأمية 88. وفي زمان لم توجد فيه أبسط الأجهزة 89. فضلا عن امتلاك ما تتطلب معرفة هذه الحقائق من الأجهزة المتطورة 89. ومراكز ومعامل الأبحاث في مجال تسيولوجيا النبات 89. إن اجتمال القرآن على هذه المعلومات النباتية الدقيقة 89. يشهد أنه من عند الله تعالى 89. وأن ظهورها اليوم في زمن 90. في زمن اتتنى الناس فيه بالعلم 90. ومكتشفاته لشهادة من عند الله 91. أن هذا الدين حق وكفى بالله شهيدا 91. ثالثا من آيات السماء 92. انشقاق القمر 92. سئل الدكتور زغلول النجار عن قوله تعالى 93. اقتربت الساعة وانشق القمر 93. هل فيها إعجاز علمي؟ 93. فأجاب بما يعرفه من حادثة انشقاق القمر 94. للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم 94. كمعجزة له عندما سأله كفار قريش 95. معجزة تدل على صدق نبوته 95. وكان من ضمن الحضور 96. داود موسى 96. فيكتور 96. هذا هو رئيس الحزب الإسلامي في بريطانيا 96. وثلاثة من رواد الفضاء الأمريكيين 97. حيث كان يعاتبهم 97. لأنهم أنفقوا على الوصول إلى القمر 97. 100 مليار دولار دون جدوى 98. فبينوا له أن هناك الكثير من الفوائد 98. من هذه الرحلات 99. من ضمنها أنهم اكتشفوا أن القمر كان في يوم ما 99. قد انشق نصفين 99. ثم التحم مرة أخرى 99. فكان ذلك لداود وموسى 99. سببا لقبول الإسلام دينا واعتناقه 99. بإنزال الحديد 99. قال تعالى 99. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 99. تتحدث هذه الآية عن وجود الحديد في الأرض 99. وأنه وجد فيها بعملية إنزال من السماء 99. وهذا ما دفع الباحثين لدراسة كيفية تكوين الحديد في الكون 99. للإجابة على مثل هذا التساؤل 99. وللإجابة على مثل هذا التساؤل 99. يقول البريفوسور أرمسترونج 99. أحد مشاهير علم الفلك في أمريكا 99. والذي يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 99. لقد أقمت عددا من التجارب لإثبات ما أقول لكم 99. أن العناصر المختلفة من إلكترونات وبروتونات وغيرها 99. لكي تتحد هذه الجزائمات في ذرة كل عنصر 99. تحتاج إلى طاقة 99. تحتاج إلى طاقة 99. وعند حسابنا الطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد 99. وجدنا أن الطاقة اللازمة يجب أن تكون كطاقة المجموعة الشمسية 99. أربع مرات 99. ولذلك يعتقد العلماء أن الحديد عنصر غريب 99. وفد إلى الأرض ولم يتكون فيها 99. وعند سؤاله متى اكتشف العلماء التجريبيون حقيقة إنزال الحديد إلى الأرض 99. قال بأنه لم يعرف ذلك عن العلماء التجريبيين إلا في الربع الأخير من القرن العشرين 99. وأنه لم يشر أحد من العلماء المتخصصين والباحثين إلى شيء من ذلك 99. ولم تشرك كتب العلم التجريبي إلى هذه الحقيقة قبل التاريخ 99. قبل هذا التاريخ 99. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحقيقة 99. التي لم تعرفها البشرية إلا في الربع الأخير من القرن العشرين 99. والتي خفيت عن كل البشر حتى هذا التاريخ 99. من ذا الذي أنزل الحديد 99. ومن ذا الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا 99. إلا القائل سبحانه 99. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 99. ليقوم الناس بالقصط 99. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 99. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 99. إن الله قوي عزيز 99. كان ذلك عن المجال الثاني من مجالات الإعجاز 99. والآن نبدأ بعرض الفقرة الأولى من موضوع الإعجاز النفسي والعددي 99. وهي بعنوان مفهوم الإعجاز النفسي ومكانته 99. وحديث القرآن عنه 99. عزيزي الدارس سنتناول في هذه الفقرة مالي 99. مفهوم الإعجاز النفسي 99. مكانة الإعجاز النفسي 99. حديث القرآن عن الإعجاز النفسي 99. وإليك توضيح ذلك مبتدئين 99. بمفهوم الإعجاز النفسي 99. قبل تناول مفهوم الإعجاز النفسي 99. نذكرك أن القرآن جاء يخاطب النفس الإنسانية ليهديها 99. ويزكيها ويصلحها 99. ويزكيها ويصلحها 99. فيصل بها إلى الله ورضاه وجنته 99. وعليه فقد حفل بها في آياته ومن ذلك قوله تعالى 99. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 99. فإن الجنة هي المأوى 99. وقوله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 99. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية 99. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 99. لذلك فما من امرئ مؤمن أو كافر يقرأ أو يسمع آيات الله تتلى 99. إلا ويجد وقعها وأثرها على نفسه وهو ما سنبينه من خلال هذه الحلقة 99. جاءت تعريفات عدة لإعجاز القرآن النفسي 99. كلها تبرز أثر القرآن على النفس 99. منها التعريف الأول للإمام الخطابي المتوفي سنة 88.300 هجرية 99. حيث يقول في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس 99. فلا يكاد يعرفه إلا الشاد من آحادهم 99. وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس 99. التعريف الثاني للشعراوي 99. يقول إن الإعجاز النفسي يتمثل في تمزيق القرآن حواجز غيب النفس 99. عزيز الدارس هذا هو الإعجاز النفسي وأثره على النفوس 99. حين يجذبها إليه فيأخذها مشدودة صاغية طواعية 99. كما هو أثره على الحجار الصم من الجبال الرواسي 99. كما قرره تعالى حيث قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا 99. مكانة الإعجاز النفسي 99. في ضوء ما تقدم معنا من تعريف أهل العلم للإعجاز النفسي 99. وما ذكرنا وما سيأتي معنا من حديث القرآن الكريم 99. عن هذا النوع من الإعجاز 99. تتبين لنا مكانته الأمر الذي يقرره 99. الأمر الذي يقرره علماؤنا رحمهم الله في حديثهم عنه 99. فالذين ذكروا هذا الوجه من وجوه الإعجاز 99. كانوا متفاوتين في تحديد موقعه بين وجوه الإعجاز الأخرى 99. فمنهم من عده وجه الإعجاز الأول 99. ومنهم من عده وجه مستقلا من وجوه الإعجاز 99. ومنهم من رآه تابعا لأحد وجوه الإعجاز الأخرى أو مضمنا فيه وفيما يلي ذكر وتوضيح هذه الآراء الرأي الأول إن الإعجاز النفسي هو الأول بين وجوه الإعجاز صرح بذلك محمد فريد وجدي المتوفي سنة 73 و 300 و 1000 هجرية بعد أن رد القول بأن وجه الإعجاز في البلاغة بقوله وإننا وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلغ الغاية من هذه الوجهة إلا أننا نرى أنها ليست هي الجهة الوحيدة لإعجازه بل ولا هي أكثر جهات إعجازه سلطانا على النفس ويذهب سيد قط المتوفي سنة 68 و 300 و 1000 هجرية إلى هذا الرأي فقد كان حديثه عن الإعجاز النفسي كثيرا وإن لم يطلق عليه هذا الإسم فهو يرى أن هذا الوجه من الإعجاز هو الأول بينها ولا ينفي سيد قط بقية وجوه الإعجاز الأخرى كما يقرر ذلك الدكتور صلاح الخالدي بالقول بأن سيد رحمه الله يؤكدها في مواضع متعددة الرأي الثاني أن الإعجاز النفسي وجه مستقل من وجوه الإعجاز وعلى هذا الرأي أكثر العلماء الذين ذكروا الإعجاز النفسي وفي مقدمتهم الخطابي الذي سماه وجها والقاضي عياض الذي جعله الوجه السادس من وجوه الإعجاز بعد حسن تعليفه والتئام كلمه وفصاحته ونظمه العجيب وأسلوبه الغريب وإخباره عن المغيبات وإخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة وتحديه في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها وذكر بعده وجوها أخرى منها بقاؤه على الزمن وأنه لا يمل مع التكرار والترديد وجمعه لعلوم ومعارف لم يكن يعرفها العرب من قبل أما الزركشي فإنه بعد أن ذكر للإعجاز إثني عشر وجها أتبعها بوجوه أخرى قال فمنها الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرين أو الجاحدين ثم إن سامعه إن كان مؤمنا به يشعر بداخله روعة في أول سماعه وخشة ثم لا يزال يجد في قلبه هشاشة إليه ومحبة له وإن كان جاحدا وجد فيه مع تلك الروعة نفورا وعيا لانقطاع مادته بحسن سمعه وجعله السيوطي الوجه العشرين من وجوه الإعجاز التي ذكرها وعددها خمسة وثلاثون وجها وقد عدد أقوال من سبقه من العلماء أما الرأي الثالث الأخير فيرى أن الإعجاز النفسي تابع لأحد وجوه الإعجاز ولا يعد وجهه مستقلا بذاته وقد ذكر ذلك عدد من المؤلفين منهم مصطفى الرافعي حيث أورد إشارات متعددة حول هذا النوع من الإعجاز في ثنايا كلامه عن مفردات القرآن ونظمه وبلاغته فلم يفرده بالذكر ولم يخصه بعنوان مميز وذكر محمد عبدالله دراز عبارات متفرقة وإشارات عن تأثير القرآن في النفس أما بديع الزمان سعيد النورسي فلم يعده وجه مستقلا كذلك وأشار إليه إشارة عابرة وجعله أحد ثلاثة أسس تشكل بمجموعها سرا من أسرار الإعجاز المعنوية كما أشار إليه في ذيل رسالة المعجزات القرآنية بقوله إن القرآن الكريم قد بدل الحياة الاجتماعية تبديلا هائلا نور الآفاق وملأها بالسعادة والحقائق وأحدث انقلابا عظيما في نفوس البشر وفي قلوبهم وفي ضوء ما تقدم من معطيات يظهر أن الإعجاز النفسي وجه مستقل من وجوه الإعجاز وأنه يقع في موقع متميز من وجوه الإعجاز لأنه أمر يتعامل معه الجميع ويتعرض له ولآثاره كل تال وسامع ولو في فترة أو مرة بخلاف بعض وجوه الإعجاز التي اختص بالتعامل بها عدد محدود ولا يكاد يشعر بها كثير من المتعاملين بالقرآن وأنه وثيق الصلة بالإعجاز البياني وتمرة من ثمراته الكثيرة حديث القرآن عن الإعجاز النفسي عزيز الدارس الإعجاز النفسي كما تقدم معنا بيانه هو تأثير القرآن في النفس الإنسانية سواء كانت مؤمنة أو كافرة وما ينتج عن هذا التأثير في النفس من نتائج وثمرات وهو لم يأتي من فراغ وإنما من حديث القرآن وتناوله لهذا النوع من الإعجاز في كثير من آياته ومن ذلك قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال القرطبي أي إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع لوعده وتصدع لوعيده وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده وفي آية أخرى قوله سبحانه وتعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا هذا ما يصنعه القرآن في هذه المخلوقات ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثارا في أقدار الحياة بل أبعد آثارا في شكل الأرض ذاته فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض إلى جانب إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها طبيعته في دعوته وفي تعبيره طبيعته في موضعه وفي آدائه طبيعته في حقيقته وفي تأثيره إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال وهو تأريخ الأمم والأجيال وقطعوا ما هو أصلب من الأرض وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد وأحيوا ما أخمد من الموت وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان قتل روحها الطغيان والأوهام والتحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحياة أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها وتحول الأرض عن جمودها وتحول الموتى عن الموات بل لله الأمر جميعا ومن الآيات قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون تشير هذه الآيات الكريمات إلى أن تأثير القرآن الكريم في المؤمنين يؤدي إلى أن تقشعر جلودهم وهي حركة غير إرادية تدل على عظيم التأثير ثم تلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما تؤدي إلى أن يخرجوا سجدا إلى أن يخروا سجدا وهي حركة إرادية تابعة لتأثر القلب وانفعاله إلى درجة حمل الجسد على السجود ولم يكن الإنس وحدهم المتأثرين إنما بلغ ذلك التأثير الجن قال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وكان الإستماع للآيات الكريمات تأثير على الجن وذلك من خلال قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وبلغ بهم أن اجتمعوا للاستماع إلى تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كادوا يكونون عليه لبدى أي مجتمعين متكتلين عليه حين قام يصلي ويدعو ربه فهذه الآيات الكريمات تحمل في تناياها بما لا يقبل مجالا للشك أو التردد إثبات تأثير القرآن العظيم في الخلق كله حتى في الجمادات من أرض وجبال فضلا عن المكلفين من جن وإنس مؤمنين وكافرين عزيز الدارس كان ذلك عن مفهوم الإعجاز النفسي ومكانته وحديث القرآن عنه وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة وقد تناولنا فيها المجال الثاني من مجالات الإعجاز العلمي الآفار مفهوم الإعجاز النفسي ومكانته وحديث القرآن عنه نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها مفهوم الإعجاز العددي وتأريخ ظهوره وموقف العلماء منه وضوابطه ولماذج وصورا من الإعجاز العددي نأمل التحضير لها وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة